الإحساس بأن أنا محبوب ومقبول وفي حد مهتم أنه يفرحني يقوم بحقوقي ومسؤوليات تجاهي الإحساس أن أنا في مكان قادر أتكلم براحتي من غير ما حد يحكم علي كل المشاعر الإنسانية اللازمة اللي الواحد أشعر بيها دي لازم تكون موجودة بين الزوجين ولما الأيام بتعدي ويوم ورا يوم المودة بتنطفي وتنهار بين الزوجين دي علامة على التعاسة في البيوت والتعاسة دي ربنا ما يحبها لكش وهي خطر بتهدد أخلاق ودين الزوجين لأن العلاقة الزوجية لو انتقلت من المودة والرحمة للصراعية والمغالبة من اللي يكسب بيضيع الدين لأن الأخلاق هي عبارة عن مجموعة التصرفات اللي كلها إحسان مع المقربين ثم الأوسع فالأوسع فلو انهدمت وانهارت المودة بين الزوجين لازم يقفوا ويرمموا ويعيدوا بناء هذه المودة وأصلاً المودة بتنهار ليه بيستسلم الزوجين أو أحد الزوجين لانهيار المودة لو جاي من بيت ما فيهوش حب فيبقى فكرته عن الحب بيسموها الجولدن رول القاعدة الذهبية في الحب بالنسبة له إيه؟ إن الحب أول سنتين تلاتة في الجواز وبعدين بنعيش نتخانق طول عمرنا على السفاسف والتفاصيل البسيطة والكبيرة اللي في الحياة زي ما كنت بشوف في البيت عندي فلو أنت جاي من بيت ما كانش فيه مودة ورحمة أنت معرض ما بقولش هتعمل كده بس أنت معرض أن تستسلم لانهيار الحب لأن بالنسبة لك كده إيه؟ الحب غرام وانتقام عشان كده لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعياته الرعاية أصلاً نفسية قبل ما تكون مادية فمهم جداً الأب والأم اللي بيسمعوني يركزوا في الحب اللي بيدول العيال عشان لما يكبروا ما يستسلموش لانهيار المودة وده السبب الأولاني سبب التاني لانهيار المودة ما بين الزوجين هو كتر المشاكل الغير محلولة مشاكل يومية في طريقة الكلام وعلى تفاصيل الحياة وعلى الفلوس وعلى العيال على فكرة المشاكل إشارة إيجابية أن فيه مواضيع بنتناقش فيها بس الموضوع المفروض لما نمسكه نخلصه وتبقى العلاقة أهم من المشكلة لما بيبقى فيه مشاكل كتير ما بين الزوجين مش محلولة بتهد في الرابطة اللي ما بينه لشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الشيطان اللي حاطت عرشه على الماء كما في صح مسلم وكل يوم الشيطان يجيب الذراري جامع ذرية يعني العيال الصبيان الشاطين الصغيري اللي بيصلطهم على البيوت وكل يوم يوصيهم ويرجعوا يدلوا تقرير آخر اليوم أنا بشرح لك حديث صح مسلم بس بالبساطة كده فيجولوا بالليل يقولوله لازلتوا به حتى فعل كذا ذنب من الذنوب لازلتوا به حتى فعل كذا لغاية ما واحد يجي يقوله لازلتوا به شوف لازلت دي عمال راكم المشاكل اللي تقتل المود اللي ما بينهم لازلتوا به حتى طلق زوجتهم فالشيطان ينزل من على العرش بتاعه ويقوله نعمة أنت 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 ما هو دنهم هيضيع وأخلاقهم وألفظهم وطريقتهم وهتنسحق المودة والرحمة اللي ربنا خلقها في الجواز مع كتر المشاكل الغير محلولة لو انهارت المودة احنا بعدنا قوي عن ربنا ولازم نقف ونرمم منهار من هذا الحب ترجمة نانسي قنقر